ولد رياض سلامي في كفردبيان في 17 تموز 1950 وهو الإبن البكر لتوفيق سلامي ورني رومانوس تابع دراسته في مدرسة سيدة الجمهور للأباء اليسوعيين ثم التحق بالجامعة الأمريكية في بيروت حيث نال إجازة في الاقتصاد بين عامي 1973 و 1985 اكتسب رياض سلامي خبرة واسعة في شركة ميرال لانش متنقلا بين مكاتب بيروت وبارس الأمر الذي أدى إلى تعيينه في العام 1985 نائبا للرئيس ومستشارا ماليا وقد شغل هذا المنصب حتى تعيينه حاكما لمصر في لبنان في سنة 1993 لمدة ست سنوات وأعيد تعيينه لثلاث ولايات متتالية في العام 1999 و2005 و2011 يدير الحاكم سلامي المصرفة المركزية ويعاونه في مهامه أربعة نواب حاكم والمجلس المركزي وبهذه الصفة يترأس الهيئات التالية المجلس المركزي لمصر في لبنان الهيئة المصرفية العليا هيئة التحقيق الخاصة المعنية بمكافحة طبيض الأموال وتمويل الإرهاب وهيئة الأسواق المالية الحاكم سلامي عضو في مجلس محافظي صندوق النقد الدولي وصندوق النقد العربي وفي العام 2012 ترأس سلامي اجتماعات مجلسي محافظي البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في توكيو وفي تموز 2013 أصبح الحاكم سلامي رئيسا مشاركا في مجلس الاستقرار المالي لمنطقة دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمدة عامين كما أنه ترأس مجلس محافظي صندوق النقد العربي لسنة 2013 تهدف السياسة النقدية التي اعتمدها الحاكم سلامي إلى صون الليرة اللبنانية من أجل إرساء أسس نمو اقتصادي واجتماعي مستدام